بصوته المبحوح وتحت أشعة الشمس الحارقة يتجول الأربعيني نبيل محمودي بين مظلات المصطفين بشاطئ العمدراك بعين البنيان بحثا عن قوة عائلته الذي يجنيه من بيع الشاي والكوكاوة جيت من عند فلابها السرزق راني نبيع في لاتاي وكوكاوة وشيواوا والبيع من ذاك تكون مليحة من ذاك مليحة وراني نبيع عند صاحبي ونشريه لاتاي وكوكاوة وشيواوا نشريهم ونعودهم من بيع بحش نسرزق وندخل درام بحش نروح البلاد بحش نصرف على الدار ومنطو غير يخير الصيف الروح والحمد لله كان الأمن وكل الظروف ما هيئة في الشاطئ ابن مدينة عين الدفلة لم يتعبه سفره صيفا صوب شواطئ العاصمة خاصة وأنه لا يجني من كأس الشاي الواحد أكثر من عشرين دينار نبيع فيهم خمسة ألاف للكاس خمسة ألاف بسكوة لهم تشريكي شريكي بطلواميل وتعود له بسامية تدي ألفين في الحبة ومنطو من ذاك تدخل درام لا تيت بيئة بزاف وكوكو شوية وتلغم بيناتهم وتمصنعي فهم النامن لما تشيوه زبائن نبيل يرون في مهنته تحديا وكسبا حلالا للرزق سيما وأنه بات علامة مسجلة في شاطئ الجميلة بابتسامته وبشاشة وجهه قصة نبيل ورفعي التحدي في موسم الأسطياف تستحق أن تكون قدوة لمن يرون في العمل صيفا مشقة وتعبا مضنيا وكم من نبيل في شواطئ الجزائر